مصر تشارك في جلسة الحوار رفع المستوى بشأن تمويل التنمية ضمن فعاليات الجامعية العامة للأمم المتحدة وشكري يعقد سلسلة لقاءات على هانشها استهداف مقار الأسطول الروسي في القرن بقصف أوكراني وهجوم إلكتروني غير مسبوق على شبه الجزيرة انفصالينا جورنو كراباغ يعلنون التفاوض مع دربيجان على سحب قواتهم وباكو تعتزم العفو عن من تخلوا عن أسلحاتهم السادسة مساء بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت جريميتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم حرصت السياسة المصرية على أن تكون في طلاعة دول العالم المؤسسة للأمم المتحدة فقد كانت نصر ضمن الدول الحادية والخمسين المؤسسة للمنظمة الدولية على مدار سنين أبدت السياسة المصرية تجاوبا كبيرا في التفاعل مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة وعملت على الاتزام بصوم السلم والأمن الدوليين أنا أتكلم من واقع خبرة مصرية فريدة لشعب قام بجهد جبار باستعادة دولته وإنقاذ هويته واختار أن تكون الدولة الوطنية القادرة والعادلة بابه للإصلاح وتحقيق تطلعات في الحرية والتنمية والكرامة شاركت مصر في جلسة الحوار رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية الذي يعقد ضمن اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة لأمم المتحدة بنيوركا تهدف الجلسة إلى مناقشة إصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز الدعوة بشأن زيادة التنمية المناخية للدول النامية وخلال كلمة مصر التي ألقتها وزيرة التعاون الدولي تم تأكيد على ضرورة معالجة قضية تمويل العادل للتنمية من خلال عدد من التوصيات من أهمها ضمان حقوق البلدان النامية في الحصول على تمويل العادل ومعالجة التحيز في عملية الوصول إلى التنمية كما أكدت على ضرورة استكشاف أدوات التوميل المبتقرة مثل مبادلة الديون لتعزيز الاستثمارات وتوفير السيولة لتعزيز المرونة والقدرة على الصمود التقى وزير الخارجية سمح شكري مع أعضاء مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية والذي يضم نخبة من قادة الفكر والسياسيين الأمريكيين السابقين وكتب الرأي وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بن يور شهد اللقاء حوارا مفتوحا بين الوزير الشكري وأعضاء المجلس تناول العلاقات الثنائية بين البلدين قم قدم وزير الخارجية شرحا لعملية التحول والتطوير الشامل التي تشهدها مصر بما في ذلك مصار الحوار الوطني وأهدافه ونقش اللقاء القضية الفلسطينية وسد النهضة والأوضاع في السودان بالإضافة إلى الأزمة الأوكرانية واتصالا بسلسلة اللقاءات التي يجريها وزير الخارجية سامح شكري على هامش مشاركته في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجامعة العامة للأمم المتحدة عقد شكر اجتماعا بناظره البلندية اللقاء بحث تطورات الأزمة الأوكرانية والتأثيرات الناتجة عن التدفقات البشرية على الحدود البولندية كما تترقت المبحثات لعدد من الموضوعات على رأسها قضية سد النهضة وقضية الهجرة غير الشرعية فضلا عن بحث قضايا المنطقة ومن بينها القضية الفلسطينية وليبيا وسوريا وسودان وأكد شكري على استمرار القاهرة في تعزيز التعاون مع ورسو مشيرا إلى أهمية تحديد القطعات ذات الأولوية لتعزيز التعاون الثنائي بشأنها كما التقى وزير الخارجية سامح شكري بوزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور بمقار الأمم المتحدة على هامش مشاركتهم في أعمال الشرق رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة بنيويورك تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومصارات التعاون في ظل تجمع البريكس فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية من بينها المبادرة الإفريقية للوساطة لحال الأزمة الأوكرانية وتدعيات الأزمة على دول القار الأفريقية وخلال اللقاء أكد شكري على الاهتمام بتعزيز التعاون الاقتصادي مع جنوب أفريقيا مبديا تطلع مصر إلى قيام جنوب أفريقيا بدعم تضفق مزيد من الاستثمارات الجنوب الأفريقية الخاصة لمصر في ظل الفرص الواعدة لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالية بسودان الفريق أول روكن عبد الفتاح البرهان أن الحرب التي تشنها قوات الدعم السريع أصبحت خطرا يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي واتهم البرهان قيادات الدعم السريع بالاستعانة بمجموعات خارجة عن القانون من عدة دول في الإقليم والعالم في الحرب الدائرة حاليا في السودان حرب يصنفها البعض بأنها حرب داخلية بين طرفين مسلحين لكن الاعتداء لم يتوقف عند القوات المسلحة بل شمل كل مكونات الدولة فالمواطنين الأبرياء ليسوا جزء من القوات المسلحة المساليد في غرب دارفور ليسوا جزء من القوات المسلحة منازل المواطنين ليسوا جزء من القوات المسلحة إذن هذه الحرب لا يمغي أن تصنف بين القوات المسلحة والدعم السريع بل شملت كل مكونات الدولة لكن يؤكد لكم أن خطرها أصبح يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها وخلال كلمتي أمام الدورة الثامنة والسبعين للجامعية العامة لأمم المتحدة دع عباس الأمم المتحدة إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني من العدوان المتواصل لجيش الاحتلال والمستوطنين وكذا دعم توجه فلسطين للمحاكم وجهات الدولية ذات الاختصاص وهنا أطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها وبالذات المسجد الأقصى وكنيسة القيامة والمسجد الإبراهيمي في الخليل وأتساءل من هنا لماذا السكوت على كل ما تقوم به إسرائيل دولة الاحتلال من انتهاكات فاضحة للقانون الدولي ولماذا لا تخضع للمسائلة والمحاسبة الجادة ولا تفرض عليها العقوبات لتجاهلها وانتهاكاتها لقرارات الشرعية الدولية كما يجري مع دولا أخرى وننتقل بكم مشاهدين الكرام إلى نيويورك لمتابعة جزء من الفعاليات المتواصلة للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في أوكرانيا وفي أكثر من خمسين مكانا آخر حول العالم هناك توترات بين القوى العظمى التي استمرت في التساعد نرى بروزة وارتفاع منسوبة الكتل السياسية والعسكرية الجديدة والقديمة الجيوسياسية قد برزت من جديد بدلا من أن تسود الجيو الاقتصادية في العالم العالم لا يستطيع أن يتحمل إصدارا جديدا من الحرب الباردة هناك تحديات كبيرة تواجه البشرية وتتطلب التعاون العالمي والتدخل لا الجماعية إن الأفاق الاقتصادية للعالم تبدو قاتمة النمو العالمي بطيء هناك ارتفاع في معدلات الفوائد التي قد تؤدي إلى ركود هناك تتالي للصدمات الخارجية جائحة كبير التسعة عشر النزاعات التغير المناخي وكلها دمرت اقتصادات العديد من البلدان النامية عديد من البلدان في الجنوب العالمي لا تستطيع بالكاد أن تنقذ نفسها من التعثر في مجالي ديون الجوع والفقر قد تزايدا وقد عكسا مكتسبات ومنجزات التنمية التي تحققت على مدى العقود الثلاثة الماضية قمة أهدف تنمية مستدامة التي عقدت بالأمس كان هناك التزامات كبيرة فيها فيما يتعلق بتنفيذ وتحقيق أهدف تنمية مستدامة علينا أن نضمن أن حزمة التحفيز لأهدف تنمية مستدامة وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة التي لم تستخدم من أجل التنمية وتوسيع نطاق الإقراضي الميسر من قبل البنوك والمصارف الإنمائية من قبل الأطراف وحل مسألة الديون لـ 95 دولة تعاني من ضائقة الديون إننا نتطلع قدما إلى تحقيق الالتزامات متعلقة بالتغير المناخي والتي تقطع في أمؤتد الأطراف الـ 28 من قبل العالم المتقدم لتوفير 100 مليار دولار في التمويل السنوي للعمل المناخي وتخصيص نصف هذا المبلغ على الأقل للتكايف في البلدان النامية وتفعيل الصندوق وترتيبات التمويل لصندوق الأدرار والخسائر وتسريع خفض وأهداف الحدي من انبعاثات الكربون وهدف تقييد الاحترار العالمي ليظل عند درجة ونصف ومحاولات لتوفير هذه الأموال بطريقة انتقائية على أساس اعتبارات جيوسياسية يجب أن نقاومه السيد الرئيس إن التحدي الثلاثي للغذاء والوقود والتمويل تعاني منه باكستان إنما هو تجلي واضح لأثار الجائحة كوفيد-19 النزاعات والتغير المناخي على الدول النامية على صعيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمة في الضفة الغربية المحتلة من جهتها أعلنت قوات الاحتلال أنها فتحت النار على الشاب بزعم إلقائه عبوة ناسفة خلال عملية تفتيش عن الأسلحة في بلدة قفردان غرب جنين باستشهاد الشاب الفلسطيني يرتفع عدد الشهداء خلال الأسبوع إلى سبعة في الضفة الغربية المحتلة أعلنت ليبيا عن تنظيمها مؤتمرا دوليا في العاشر من اكتوبر لإعادة إعمار درنا التي دمرتها فيضانات فتاكة وذلك لإعادة إعمارها من جديد وعدت السلطات الليبية المجتمع الدولي للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي بدرنا وذلك لتقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة وكان إعصار دانيال قد ضرب شرق ليبيا في الحادي عشر من سبتمبر وأدت الأمطار المتساقطة بكميات هائلة إلى انهيار سدين في مدينة درنا ما تسبب في تضفق المياه بقوة وبارتفاع أمطار عدة ليتم جرف أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية فضلا عن مقتل الأهلاف أعلن الرئيس الصيني تشي جينبينج عن إقامة شراكة استراتيجية مع سوريا جاء ذلك خلال استقباله الرئيس السوري بشار الأسد بمدينة هانكشتو شرقي الصين حيث أكد تشي جينبينج أن بيكين ترغب في العمل مع دمشق لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مضيفا أن تحسين العلاقات سيكون خطوة مهمة في تاريخ البلدين وأشار الرئيس الصيني إلى أن بيكين تدعم التسوية السياسية للقضية السورية إضافة إلى جهود سوريا في إعادة الأعمار وتعزيز بناء القدرات في مدال مكافحة الإرهاب ومن جهته أكد الرئيس السوري بشار الأسد رفضه كل محاولات إضاع في دور الصين عبر التدخل في شؤونها الداخلية مشيرا إلى أن زيارته للصين مهمة بتوقيتها وظروفها في الوقت الذي يتبه فيه العالم اليوم إلى تشكيل عالم متعدد الأقطب إلى ملف الأزمة الروسية الأوكرانية حيث اندلع حريق في المقر العام للأسطول الروسي بالبحر الأسود الواقع في سيفستفول في شبه جزيرة القرم وذلك بعد تعرضه لقصف أوكراني ما أسفر عن مقتل جندي روسي وإصابة آخرين فضلا عن أضرار بالبنية التحتية المدنية في غضون ذلك أعلن مسؤول روسي أن القرم تتعرض لهجوم إلكتروني غير مسبوق بعد ساعات من القصف الأوكراني والذي تم بصواريخ ستارن شادو ترجمة نانسي قنقر أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير صاروخ وطائرتين مسيرتين أوكرانيتين قرب سواحل شبه جزيرة القرم وإقليم كراس ندار في دانوبي روسيا وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إحباط محاولة الهجوم على أهداف روسية من جنب أوكرانيا وتدمير الطائرتين المسيرتين فوق مياه البحر الأسود يأتي ذلك بينما كشف حاكم بولغراد عن تعرض قرية فلقوفيسكي للقصف الأوكراني دون وقوع أضرار أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل ستة مدنيين وإصابت تسعة آخرين في قصف روسي على مقاطعة خرصون جنوبي أوكرانيا أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية أن الطيران الروسي شن غرات جوية على قرية تيهينكا في منطقة بيريسلاف بالإضافة إلى قصف صاروخي ومدفعي طال قرية البوف وتجمعي داريفكا وبيلوزيركا وتتبع جميعها مدينة خرصون في الجنوب دعا وزير الخارجية روسي سوردي لفروف لعدم أقحام الأمم المتحدة في المبادرات المسيسة بشأن أوكرانيا وخلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جواتارش شدد لفروف على ضرورة الالتزام الصارم من جانب قيادة الأمم المتحدة وجميع موظفيها بمبادئ الحياد والمسافة المتساوية المنصوصة عليها في مفاق المنظمة مؤكدا عدم جواز اعتماد المعايير المزدوجة في وفائق الأمم المتحدة كما اتغم الأفروف الولايات المتحدة بانتهاك التزاماتها بعد رفض إصدار تأشيرات لدبلوماسيين من روسيا للمشاركة في فعاليات الأمم المتحدة أبحرت سفينة محملة بالقمح من مرفأ أوكراني للمرة الثانية هذا الأسبوع أشارت السلطات الأوكرانية إلى أن السفينة سلقت الممر البحرية الذي أقمته كياب للالتفاف على الحصار والتهديدات الروسية مضيفة أن السفينة عبرت مرفأة شورنمورشك محملة بـ 17600 طن من القمح الأوكراني هذا وقد استلمت أوكرانيا دفعة المساعدات المالية الثامنة البالغة مليار ونصف المليار يورو كجزء من المساعدة المالية الكلية واسعة النطاق من الاتحاد الأوروبي لعام 2023 وفدت وزارة المالية بأن الميزانية تلقت هذا العام بالفعل 13.5 مليار يورو كأموال ميسرة من الاتحاد الأوروبي وصرح وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو أن المساعدة المالية الكلية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي تقدم مساهمة كبيرة في ضمان الاستقرار المالي وتسريع النصري في النزاع اعلنت الحكومة الروسية فرض قيود مؤقتة على تصدير البنزين ووقود الديزل لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية ووضعت الحكومة ان القيود ستساعد على تشبع سوق الوقود الامر الذي سيؤدي بدوره الى خفض الاسعار بالنسبة للمستهلكين لتفاتي اي نقص محتمل في السوق الروسي اعلن الكريملين فرض قيود مؤقتة على صادراتها من بنزين السيارات ووقود الديزل سعر البنزين بالسوق المحلية الروسية ارتفع الى مستوى قياسي هذا الاسبوع بسبب ضعف الروبل وارتفاع اسعار النفط العالمية واعمال الاصلاح في المصافي التي تحد من الامدادات ويأتي هذا الاعلان بعد اسابيع من قرار موسكو تمديد الخفض الطوعي لصادرة النفط حتى نهاية العام في خطوة منسقة مع السعودية وتهدف الى دعم اسعار الخام العالمية كما يتوقع ان تساعد القيود الروسية في اجباع السوق المحلية بالبلاد وخفض الاسعار في محطات الوقود وافدت وسائل اعلامية محلية ان المزارعين في بعض المناطق لم يتمكنوا من حصاد الحبوب بسبب نقص الوقود اللازم للالات الزراعية ويأتي ارتفاع اسعار الوقود مع تحزين البنك المركزي الروسي من طباط النمو في النصف الثاني من عام 2023 وتجوز التضخم الهدف الذي وضعه البنك المركزي عند 4% وفي الوقت نفسه تتواصل الاثار الاقتصادية العالمية للعملية العسكرية الروسية المستمرة في اوكرانيا وايضا بروسيا ما ادى الى الارتفاع المضطرد للتضخم بموسكو وانخفاض الروبل مقابل العملات الاخرى اظهرت بيانات رسمية ان مبيعات التجزئة البريطانية تعافت جزئيا في اغسطس مقاررة بيوليو الماضي الذي شهده طول امطار غزيرة وذكر مكتب الاحصاءات البريطانية ان حجم المبيعات ارتفع بنسبة 4 من 10% على اساس شهري بعد انخفاض بنسبة 1 و 1 من 10% في شهر يوليو ووصل معدل التضخم في بريطانيا الى 6 و 7 من 10% الشهر الماضي اعلنت الحكومة الاسترالية انها حققت للمرة الاولى منذ 15 عاما فائضا في الميزانية قدره 14.2 مليار دولار في السنة المالية الماضية واشرت الحكومة الانخفاض معدلات البطالة وارتفاع اسعاد السلع الاساسية في البلاد بما في ذلك خام الحديد والفحم والغاز لكن وزير الخزانة الاسترالي جيم تشارمرز قال انه لا يتوقع فائضا اخر في الميزانية في السنة المالية الحالية مشيرا الى الزيادات الاخيرة في اسعار الفائدة الاسترالية التي لا تزال تؤثر على النمو اعلن انفصاليون جورنو كارباغ انهم يتفاوضون مع اذربيجان على سحب قواتهم من المنطقة بعد عملية عسكرية اذرية خاطفة واضح الانفصاليون ان المفاوضات جارية مع الجانب الاذري برعاية قوة حفظ السلام الروسية لتنظيم عملية انسحاب القوات وضمان عودة المواطنين الذين شردهم العدوان العسكري الى منازلهم في غدون ذلك قال مستشار رئاسة في اذربيجان حكمة حاجيف ان بلاده تعتزم اصدار عفو عن المقاتلين الارمن في اقليم كارباغ الذين يتخلون عن اصلاحتهم في المقابل اعرب رئيس وزراء ارمنيان نيكول باشينيان عن امله ان يستطيع الارمن البقاء في اقليم كارباغ جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة حيث اوضح باشينيان ان ياريفان ستضطر الى اعادة توطين الارمن اذا لم يعد ممكن بقاءهم في كارباغ هذا ويواصل المناهضون للحكومة في شوارع العاصمة الارمنية ياريفان تظاهرتهم للأوم الثالث على التوالي احتجاجا على طريقة تعامل الحكومة مع الازمة في ناجورن كارباغ واغلقت مجموعة صغيرة من المتظاهرين شوارع في ياريفان مهددة بتعطيل اجتماع الحكومة ودع المتظاهرون الحكومة الى اتخاذ اجراءات لمساعدة السكان الارمن في ناجورن كارباغ واجلائهم الى ارمينيا هذا وحذرت شرطة مكافحة الشغب من انها ستتخذ اجراءات خاصة اذا استمرت اعمال العنف في الاتناء تتواصل المحدثات والتي تعقدها السلطات الاذرية مع الانفصاليين الارمن في اقليم ناجورن كارباغ المتنازع عليه بهدف اعادة دمج الاقليم هذا وتبادل وزيرة خريرية ارمينيا واذربيجان الاتهامات خلال جلسة طارئة بمجلس الامن حول ازمة الاقليم بينما طالبت دول غربية باكو بضمنات بشأن الانفصاليين الارمن انتهكات عدة تم رصدها رغم اتفاق وقف اطلاق النار الساري بين يريفان وباكو منذ يومين بعد استسلام الانفصاليين الارمن في مواجهة هجوم اذربيجان الخاطف على اقليم ناجورن كارباغ الذي اصفر عن مئات القتلى والجرحة هجوم انتقل من ميدان المعركة بالاقليم المتنازع عليه الى داخل اروقة الامم المتحدة ليشهد مجلس الامن الدولي مواجهة كلامية بين طرفي النزاعي تخللها مداخلات لدول الاعضاء طالبت بضمنات ملموسة من باكو بعد العملية العسكرية مواجهة التقط شرارتها وزير الخارجية الارماني الذي اتهم باكو بشن هجوم غير مبرر ومخطط له يهدف الى اتمام عملية التطهير العرقي في ناجورن كارباغ كما اتهم باكو بشن عمليات قصف مكثفة وعشوائية وباستخدام المدفعية السقيلة بما في ذلك الاستخدام المحظور لذخائر عنقودية على الرغم من قبول جميع طلبات الجانب الازربيجاني من اجل وقف اراقة الدماء الا ان شعب ناجورن كارباغ يتعرض مرة اخرى لهجمات باستخدام اسلحة مختلفة وهو ما يقبر المدنيين على النزوح نعتقد ان مثل هذه الهجمات وملاحقات القضائية الاخرى ستستمر ما لم يكن هناك تحرق دولي واضح في المقابل ندت نظيره الازربيجاني بحملة تضليل تشنها يريفان المتهمة بامداد الانفصاليين ودعمهم في ناجورن كارباغ واصفا مجلس الامن بانه منحز ما تحاول ارمينيا تقديمه للمجتمع الدولي على انه هجوم على السكان المسالمين في منطقة كارباغ في اذربيجان هو في الواقع اجراءات محلية لمكافحة الارهاب من جانب اذربيجان تتماشى تماما مع حقها بموجب ميثاق الام المتحدة في نزع سلاحها التشكيلات المسلحة الارمينية تتركز بشكل غير قانوني في الاراضي الخاضعة لسيادة اذربيجان وارمينيا نفسها بتجاهلها السافر وغير الواضح لالتزاماتها الدولية جعلت هذه التدابير التي اتخذتها اذربيجان امرا لا مفر منها وعلى غرار واشنطن ادانت باريس بشدة العملية العسكرية الازربيجانية السريعة في المنطقة المتنازع عليها منذ عقود مع ارمينيا مطالبة باكو بضمان العفو عن القوات التي قبلت وقف اطلاق النار وبان تعيد من دون تأخير وبلا شروط الحركة عبر ممر لا تشين بما يتيح دخول مساعدة انسانية من جانبها اتهمت وزيرة الخارجية الالمانية اذربيجان بمحاولة فرض امر واقع بالقوة فيما دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل الجانبين الى استئناف المفاوضات في شأن كل القضايا العالقة بهدف التوصل الى معاهدة سلام وبعيدا عن الاضواء تجرى في غرب العاصمة باكو محادثات وصفت بالبناء بين الانفصاليين الارمن في الاقليم المتنازع عليه والسلطات الاذربيجانية بهدف اعادة دمج الاقليم الانفصالي في اذربيجان وما بين معارك الدبلوماسية الدولية ومحادثات طرفي الازمة تنتظر المنطقة نتائج ملموسة قبل ان تمتد السنة اللهب خارج حدود الازمة اخبار السادسة لا تزال مستمرة مع حضرتكم وتتابعون فيها الاتحاد الاوروبي واصل المناورة العسكرية مايلرد 23 لتعزيز الاستجابة بشكل اكثر حسما للصراعات والازمات الخارجية موسيقى يواصل الاتحاد الاوروبي منورته العسكرية لادارة الازمات تحت مسمى مايلرد 23 والتي بدأت يوم الاثنين الماضي وتستمر حتى الثاني والعشرين من شهر اكتوبر بمشاركة تسعة عشرة دولة عضو في الاتحاد اوضح الاتحاد ان مايلرد 23 يهدف الى تعزيز الاستعداد العسكري للاتحاد الاوروبي وقدرته على الاستجابة بشكل اصرع واكثر حسما للصراعات والازمات الخارجية اضف الاتحاد الاوروبي انه تجرى خلال مايلرد 23 اول مناورة عسكرية حية في اسبانيا يتخذ الاتحاد الاوروبي المناورة كخطوة مهمة الى الامام في سياسة الامن والدفاع وتعجيز التعاون والتأهب وقبلية التشغيل البيني ذكرت وزارة الدفاع في بيلاروسيا انها بدأت مع روسيا مناورات عسكرية مشتركة مدتها خمسة ايام واضحت وزارة الدفاع بيلاروسيا ان المناورات تجرى على اراضيها مشيرة الى انه يتم اجراؤها مرة كل عامين بالتناوب على اراضي روسيا وبيلاروسيا بحث زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون اجراءات لمتابعة نتائج زيارته الاخيرة لروسيا خلال اول اجتماع رسمي للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم منذ عودته خلال اجتماعه شدد كيم جونغ اون على ضرورة تعزيز الاتصالات والتعاون في المدلات دات الصلاة بين بيونغيان و موسكو بيونغيان و موسكو دعت الصين إلى عدم الاستهانة بإرادتها ثابتة فيما تعلق بتيوان مؤكدة أنها تفضل عملية إعادة توحيد سلمية وقدد نائب الرئيس الصيني هان تشينغ أمام الجمعية العامة الأمم المتحدة موقف بلاده المتمثل في اعتبار تايوان جزء لا يتجزأ من الصين تعهدت دول مجموعة الأربع وهي اليابان وألمانيا والبرازيل والهند بمحاولة إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وذكرت هيئة الإذاع اليابانية أن وزراء خرقية الدول الأربع والمعروفة باسم مجموعة الأربع اقتمعوا في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث اتفق الوزراء الأربع على أن زيادة عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن من شأنه أن يجعل المجلس أكثر تمثيلا وافق البرلمان الهندي على تشيع قانوني يخصص 33% من المقاعد في مجلس النواب وفي المجلس التشريعية للنساء لضمان المزيد من التمثيل المتساوي هذا وقد وافق مجلس النواب بالبرلمان الهندي على التشريع بأغلبية 454 صوتا وأقره مجلس الشيوخ بالإجماع بأغلبية 214 صوتا وسيتم تنفيذه في الانتخابات المقررة عام 2029 أصدرت الفلبين تحذيرا صحيا بعد تأثر العاصمة وأقليما مجاورة بغازات بركانية يأتي ذلك بعدما نفث بركان صغير لكنه مضطرب كرب العاصمة الفلبينية مانيلا كميات أعلى من المتوسط من ثاني أكسيد الكبريت والدباب الدخاني البركانية مما دفع السلطات إلى إغلاق المدارس في خمس مدن وعشرات البلدات وحث سكان على البقاء في منازلهم لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخران عقب إطلاق مسلح النار في مطعم ببلدة صغيرة شرق السويد ورجحت الشرطة أن الحدث ربما يرتبط بأنشطة العصابات الإجرامية وأفدت الشرطة أن أحد القاتلين رجل في السبعينيات من عمره والآخر في العشرينيات مضيفة أنها ما زالت تبحث عن المسلح دون اعتقال أي شخص حتى الآن قامت حملة مواطن لدعم مصر بتدشين حملة كن مع الوطن الخاصة بالجاليات المصرية بالخارج أضاف منصق حملة مواطن خارج مصر مسؤول ملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج نصر مطر أنه نتيجة لتواصله المستمر مع أبناء الجاليات المصرية في الخارج نجح في تدشين أخبر حملة تشهدها مصر خارج البلاد في تاريخ العمل العام للمصريين المهاجرين والمغتربين على حد سواء لدعم مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في كل الدول التي يتواجد بها مصريون تقديرا لحجم الإنجازات التي تحققت بالبلاد نظم حزب حملة الوطن بمحافظة الإسكندرية مؤتمرا جماهيريا للإعلان عن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعوته لإعلان ترشحه لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية والمشروعات القومية وشهد المؤتمر حضورا كبيرا لممثل القبائل العرضية والبدوية بغرب الإسكندرية ومطروح للإعلان عن دعمهم للرئيس السيسي مؤكدين أهمية المشروعات التي تمت بمناطق القبائل مؤتمر جماهيري حاشد نظمه حزب حمات الوطن بمحافظة الإسكندرية للإعلان عن دعم ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلان ترشحه لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية والمشروعات القومية وتحقيق رؤية مصر عشرين ثلاثين وذلك بحضور عدد كبير من قيادات وأعضاء اللجان المختلفة بالحزب بالمحافظة اليوم نجتمع لهدفين لا ثالث لهم تأكيد التكلفات ومراجعة تنفيذها والحرص على تطوير الأداء أما هدفنا الثاني هو تأكيد الحزب على دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة النهاردة المؤتمر بيأتي في وقت حرج وحساس ويأتي المؤتمر لمراجعة القواعد التنظيمية والإجراءات التنظيمية لاتخذها الحزب لدعم السيد الرئيس في انتخابات الرئاسة وبالتالي هناك مراجعة لكوادر الحزب والكوادر التنظيمية لتأييد هذه المبادرة لجنة بتعتزم في الفترة المقبلة نشر الوعي والثقافة التي من شأنها أن ترفع من ذوق المواطن المؤتمر شهد أيضاً الإعلان عن خطة الحزب بالمحافظة في الاستعداد لحملة انتخابية لدعم الرئيس السيسي وتوعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتوضيح أسباب ورؤية الحزب في دعم الرئيس السيسي حيث أكد الأعضاء على أن هذا المؤتمر يأتي تأكيداً على جهود الرئيس بتحقيق الأمن والاستقرار ودعم المبادرات التي نقلت المواطنين نقلة نوعية في المشروعات المجتمعية المختلفة حزب حماية الوطن طبعاً داعم رئيسي لفقامة رئيس عبد الفتاح السيسي لما أنجزه من المشروعات وحطنا على مصاف الدول بالمشروعات التي كنا شهود عيان عليها الحقيقة دا مؤتمر تنظيمي لحزب حماية الوطن لدعم لنحن نعلن تأييدنا ودعمها لسيطة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحزب حماية الوطن من أول الأحزاب اللي كان دورها واضح وعن ندعمها لسيطة الرئيس المؤتمر شهد حضوراً كبيراً لممثل القبائل العربية والبدوية بغرب الإسكندرية ومطروح للإعلان عن دعمهم للرئيس السيسي مؤكدين أهمية المشروعات التي تمت بمناطق القبائل احنا جئنا النهاردة داعمين فقامة سيطة الرئيس بكل ثقة وبكل حب لأنه طبعاً سيطة الرئيس طبعاً اللي عمله في مصر ما عملش نهائياً ولا كان حتى أساساً أنه يتعمل ولا بعد مئة سنة لكن سيطة الرئيس طبعاً بكل قدادته الحكيمة فالحمد لله رب العالمين مصر يعني اتغيرت جداً احنا يعني بندعم الرئيس يعني احنا بالنسبة لنطاق غرب الإسكندرية اللي هي نطاق الغرافي اعتبر ما بين محافظة مدروح ومحافظة إسكندرية فاحنا بالنسبة لنا الوضع مع سيطة الرئيس تغير 180 درجة بالنسبة للخدمات عندنا من تطوير الوحدات الصحية ببناء المراكز الشبابية في مدينة برج العرب وفي منطقة بصير خاصة المشاريع القومية اللي موجودة عندنا حالياً في السحر وان شاء الله هتتيح فرص عمل كتير جداً للشباب المؤتمر يأتي ضمن سلسلة لقاءات جماهرية يعقدها حزب حماة الوطن بالمحافظات لتعريف المواطنين بالإنجازات التي قدمها الرئيس السيسي من أجل بناء جمهورية جديدة تستهدف مصلحة المواطنين مع تنظيم زيارات ميدانية للوصول لكل المواطنين لحثهم على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم محمود جميل التلفزيون المصري في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً بمحافظات الجمهورية نظمت إحدى جمعيات التحالف معرضاً لتوزيع ما يزيد عن 7800 قطعة ملابس كما شمل المعرض عدداً كبيراً من الشرط والأدوات المدرسية وذلك في إطار الاستعدادات العام الدراسي الجديد حيث تم توزيعها على أكثر من 3000 مستفيد من أبناء محافظة الجيزة في محافظة الفيوم افتتحت إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عدداً من العيادات التخصصية للكشف والمتابعة وتقديم الإعلام بالمجان على أهالي الفيوم أرنت المبادرة الرئاسية حياة كريمة الانتهاء من إحلال وتجديد 60 مدرسة بمركزي ناصر وبيبة بمحافظة بنسويف استعداداً للموسم الدراسي الجديد أوضح مسؤول المبادرة بالمحافظة أن المدارس الجديدة شملت إنشاء 762 فصلاً جديداً بالإضافة إلى رفع كفاءة 282 مدرسة أخرى هذا وتم الانتهاء من كافة الأعمال استعداداً لدخولها الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد نتكلم عن 60 مدرسة تم إنشاؤهم ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد على أرض مركزي ناصر وبيبة لشملتهم المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعدد 762 فصلاً تم إنشاؤهم بالكامل من جديد وهيبقوا معنا في بداية العام الدراسي الجديد وكلهم داخل الخدمة إن شاء الله وكمان عندنا 182 مدرسة تم رفع كفاءتهم بالكامل في مركزي ناصر وبيبة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وزعت مؤسسة حياة كريمة ضمن مبادرة سبيل ألف وجبة غذائية ساخنة متكاملة على المرضى وذويهم بمحافظة الإسماعيلية لإدخال الفرحة والبهجة على قلوب المرضى وأسرهم الذين أشادوا بتلك المبادرة وتستهدف مؤسسة حياة كريمة مساعدة الأسر الأكثر احتياجاً ودعمها من خلال الأعمال الخيرية المختلفة في كل المجالات ومن بين تلك الأعمال إطلاقوا مبادرة سبيل التي تستهدف المرضى من الأسر الأكثر احتياجاً مبادرة سبيل واللي بتستهدف تقديم واجبات غذائية ساخنة للسادة المواطنين والأهالي المرضى المتواجدين داخل يعني الطوارئ والاستقبال وكده معانا مجموعة يعني تتخطى السبعين متطوع لتوزيع الوجبات والحمد لله يعني شغالين في الموضوع بعد ما رجعنا من انتهاء مبادرة انت الحياة واللي كانت متواجدين فيها داخل مركز ومدينة الأنطرة غرب النهاردة احنا المبادرة بتاعتنا بتغطي تقريباً كل مراكز المحافظة بما فيها المدينة الأم والنهاردة التوزيع بيتم بإشراف مجموعة المتطوعين واحنا يعني كان متطوعين كلنا سعداء بالنهاردة احنا بدينا نوصل بالشيء لمستحقه بشكل مباشر وبشكل دايركت على طول واحنا النهار جايبين البنت يعني زي ما ندودنا المستشفي واخدنا واجبات وتشكر يا رئيس بشكر حياة كريمة على الوجبات اللي هم عاملينها ونزلوها في المستشفي أبو خليفة للطوارئ والحمد لله يعني واخدين بالهم مننا ومش مقصرين معنا في أي حاجة شهدت قرية حجازي حسنين التابع لمركز الزرقاء بمحافظة دمياط تنظيم قافلة طبية شاملة وذلك ضمن جهود المبادر الرئاسي حياة كريمة لتقديم أفضل خدمات للمواطنين شهدت القافلة توقيع الكشف الطبية على المواطنين بالإضافة إلى تحويل حالات حرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإصدار قرارات على نفقة الدولة وإجراء تحليل معملية وأشعة كما تم تنفيذ عدد من الندوات التصقفية بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 160 نوعا من الأدوية موجودين بقافلة طبية مجانية فيها 12 عادة تخصصية كل عيادة بيكون فيها الطبيب الموجود سواء كان أخصائي أو استشاري طبعا معنا فريق من التمريد على أعلى مستوى والإداريين والفنيين كل ده فريق طبي كامل على أعلى مستوى موجود في قافلة 12 عيادة من ضمنها التخصصات الموجودة البطنة، العظام، الأطفال، الرمض، الأنف والأزن البطنة، الجلدية، الناسة، تنظيم الأسرة كل العيادات دي موجودة عشان تغطي القافلة بالتخصصات المختلفة أنا فيه فعلا مقابلة كويسة وناس محترمين بيقابلون أحسن مقابلة وبعدا أطعنا التذاكر ومشرف الخطوات العادية جدا جدا كله بالمجان أطعنا التذكرة وكشفني وأخذنا العلاج لأنه أحسن رعاية وأحسن عناية وأحسن مقابلة البكشف عظام والحمد لله دكاترة كويسة واخذنا على لجنة والحمد لله كويسة بمية مية والألمتبعة الأهم الأخبار الاقتصادية شروق والتفاصيل شكرا لكم إلهام ومحمد أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة شرك محافظ البنك المركزي حسن عبدالله في فعاليات المؤتمر الوزري السابع التعاون الاقتصادي الكوري الإفريقي الذي استضافته كوريا الجنوبية بمدينة بوسن تحت عنوان نحو مستقبل مستدام التحول العادل للطاقة والقطاع الزراعي في إفريقيا نقش المؤتمر قضية تحول إلى الطاقة منخفضة الكربون وتحقيق الأمن الغذائي في القارة الإفريقية وسط حضور واسع لكبار المسؤولين من كوريا الجنوبية والدول الإفريقية عقد مجلس إدارة البنك الأسيوي للإستثماري في البنية التحتية برئاسة جين لي تشون رئيس البنك وممثلي الدول الأعضاء اجتماعا بالعاصمة الإدارية الجديدة لأول مرة في إفريقيا يأتي هذا ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لهذا البنك العالمي متعدد الأطراف التي تنعقد بشرب الشيخ يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بمشاركة فعالة من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليا بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية جاهد الاجتماع بحث تنفيذ مشروع نستماريين كبير في مصر بقطاعات مستدامة كالنقل والتكنولوجيا في شراكة جديدة بين القطاع الخاص بمصر والبنك العالمي متجدد أو متعدد الأطراف تستهدف تعميق التعاون الإنمائي أدى ممثل مجلس إدارة البنك الأسيوي الاستثماري في البنية التحتية انبهارهم بما رأوه في العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها ضرة المدن الذكية وأضفوا خلال جولتهم السياحية لأهم معالم العاصمة الإدارية والأهرامات والمتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية أنهم رأوا في العاصمة الإدارية نموذجا أكثر إبداعا للتنمية المستدامة باعتبارها نقلة حضارية تخلق فرصا واعدة لبناء شركات المستقبل مع القطاع الخاص بمصر أكد وزير البترول طرق الملة أن ما شهدته كيانات القطاع العام البترولية من تطور غير مسبوق سهم في زيادة إنتاجها ورؤوس أموالها وإقامتها مشروعات كبرى للإنتاج وتوافق البيئي وتأمين الأفراد والمنشآت وضبط منظومة العمل وجهزيتها للتكامل مع المشروعات الجديدة التي يتم إضافتها جاء ذلك خلال ترأس وزير البترول عبر تقنية الفيديو كونفرنس بكورة اجتماعات الجمعية العامة لشركات بترول القطاع العام لمناقشة واعتماد نتائج أعمال العام المالي 2022-2023 والتي ضمت شركات السيوت والقاهرة والنصر للبترول وبتروجاس في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط حيث تغلبت المقاوف من احتمال أن يؤدي حظر روسي على صادرة الوقود إلى تقليص إمدادات النفط العالمية للقلق من أن زيادة أخرى محتملة في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة قد تؤثر سلبا على الطلب على الوقود وزدت العقود الأجلة لخام بيرينت 1.11% إلى 94.34% للبرمير فيما ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.43% إلى 90.91% للبرمير هذا وقد سعدت أيضا أسعار المزود عالميا بنسبة 59.100% لتصل إلى 3.31% للتر هذا وارتفعت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.3% لتسجل 2.6$ لكل مليون واحدة حرارية بريطانية وإلى البورصات الخليجية حيث هبط مؤشر دبي في ختم التعاملات مع اتجاه المستثمرين إلى البيع لجني الأرباح من الجلسة السابقة في حين أنهي المؤشر في أبوظبي على ارتفاع طفيف وترجع المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 3.10% بعد أن سجل أعلى مستوى في ثماني سنوات أمس الخميس ومع ذلك سجل المؤشر أعلى مكاسب الأسبوعية منذ أكثر من شهرين حيث ارتفع 3.1% وفقا لبيانات مجموعة بورصة لندن بالوقت نفسه صاعد المؤشر في أبوظبي بنسبة 4.100% انتهت جولتنا الاقتصادية وعودة من جديد إليكم محمد وإلهام شكرا لك شروع وبهذا نصل لكم لختم هذه النشرة ولا يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العنوين مصر تشارك في جلسة الحوار رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية ضمن فعاليات الجمعية العامة للأهم المتحدة وشكري يعقد سلسلة لقاءات على هامشها استهداف مقر الأسطور الروسي في القرم بقصف أوكراني وهجوم إلكتروني غير مسبوك على شبه الجزيرة انفصاليون جورنو كارباخ يعلنون التفاوض مع أذربيجان على سحب قواتهم وباكو تعتزم العفو عن من تخلوا عن أسلحتهم انتهت نشرة السادسة أترككم من التلفزيون المصفية إلى اللقاء